السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم درساً جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو اللي يصلكم كلها جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس اللي يصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن جراند يعني الفعل مضاف له ING وعدنا انفينيتف يعني تو بعدها يكون عندنا الفعل بصيغة المصدر تكلمنا في فيديو سابق ما هي الافعال التي يأتي بعدها الفعل مضاف له ING وما هي الافعال التي يأتي بعدها تو والفعل بالتصريف الأول تابع معي نات الفيديو لدينا كثير من المعلومات المفيدة والمهمة في اللغة الإنجليزية كما قلنا جراند وعدنا انفينيتف انفينيتف هو المصدر يأتي الفعل TO مثلا TO GO TO EAT TO DRINK جراند بيكون الفعل مضاف له ING مثلا لنقول TO GO تصبح GOING لنقول TO EAT EATING DRINKING إذن بهذا الشكل متى أستخدم الفعل مضاف له ING نسميه جراند ومتى أستخدم الفعل INFINITIVE يعني TO وبعده الفعل بدون أي إضافة إذن كيف أعرف يكون أستخدم ING أو TO والفعل يكون عندي SPACE فراغ عدنا بيكون عدنا قبلها إذن فعل في أفعال يأتي بعدها ING يعني جراند وفي أفعال يأتي بعدها TO والفعل بالتصريف الأول هذه تكون حفظ بصم هذه الأفعال رح نأخذ تمارين ونتدرب كيف أستخدم ING أو استخدم TO والفعل بالتصريف الأول WILL START EARLY I DON'T WANT TO RISK ARRIVE IN THE MIDDLE OF THE NIGHT WILL هي اختصار لي WE WILL يعني سوف START نبدأ EARLY باكرا I DON'T WANT دائما DON'T نترجمها لا WANT بمعنى يريد لا أريد TO RISK أن أخاطر أو أغامر دائما RISK بعدها نضيف الفعل ING لكن قبل ما نضيف ING لاحظ نحذف E نكتب ARRIVE لكن بدون E إذن نحذف E ونضيف ING تصبح ARRIVING IN THE MIDDLE إذا لا أريد المخاطرة بالوصول لاحظ ARRIVE يصل ضفنا ING تصبح الوصول IN THE MIDDLE في منتصف OF THE NIGHT في منتصف الليل IN THE MIDDLE OF THE NIGHT إذن بعد RISK RISK يخاطر أو يغامر دائما بعدها الفعل نضيف له ING نسميه GRAND إذن بهذا الطريقة نحفظ RISK بعدها ING لا نقول RISK يعني TO RISK TO ARRIVE إذن هذا خطأ بعد RISK الفعل نضيف له ING نحذف E ونضيف ING إذن ARRIVING تصبح جملة We'll start early I don't want to RISK ARRIVING IN THE MIDDLE OF THE NIGHT لاحظ منتصف الليل We can't avoid get caught in a traffic jam We can't لا يمكننا أو لا نستطيع avoid تجنب التعرقل في الازدحام المروري إذن traffic jam نحفظها jam ازدحام مروري traffic jam ازدحام مروري إذن نحرف catch يمسك caught أمسك لكن هنا تأتي معنى نعلق في الازدحام المروري بعد avoid أيضا الفعل نضيف له ING يصبح gerund يعني gerund اسم فاعل يعني الفعل نضيف له ING إذن الفعل get قبل إضافة ING نضيف حرف T لن قبل حرف صوتي وكل مؤلف مقطع لفظ واحد تكلمنا فيديو سرق الحب يرجع كيف فيديو اسمه سبعة قواعد لإضافة اللاحقات في اللغة الإنجليزية تصبح getting caught in traffic jam إذن نضع أيضا بعد الفعل avoid يتجنب نضع حرف T بالأخير ونضيف ING إذن نحفظ risk بعد يأتي ING أيضا avoid يأتي بعدها ING I want finish this exercise before I start the next one وريد أن أنهي هذا الاختبار قبل أن أبدأ التمرين الآخر أو القادم أو التالي إذن next التالي لك لو أعيد كلمة exercise مرة الثانية أضع one the next one ممكن أن أقول the next exercise لكن لا أكرر دائما باللغة الإنجليزية يحب اللغة الاقتصار اللاهظة الفعل want إذن يريد دائما وأبدا بعد الفعل want يستخدم to يعني تصبح to finish لأن أقول finishing want finishing إذن هذا خطأ دائما نحفظ بعد want يستخدم to إذن تصبح جملة I want to finish نسميه هذا infinitive to والفعل بصغة المصدر بدون أي إضافة this exercise before I start the next one they can't afford buy a new car until next year يعني لا يمكنهم أو لا يطيقون أو لا يمكنهم ليس بوسعهم أفر معنا يطيق أو يتحمل buy إذن أن يشتروا a new car سيارة جديدة until حتى next year السنة القادمة بعد كلمة afford إذن يأتي أيضا الفعل بصيغة infinitive المصدر يعني to والفعل بدون أي إضافة تصبح to buy لا نقول buying ينظف ANG جيراند هذا خطأ إذن نحفظ afford بعد to 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 buy they can't afford to buy a new car until next year she promised meet me outside the cinema she promised إذن وعدت meet me تقابلني outside خارج the cinema إذن دار السينما اللاحظ الفعل promise promise يعد promise وعد دائما بعد promise نستخدم to إذن تصبح to meet لا نقول meeting she promised to meet me outside the cinema إذن بهذا الحال نستخدم infinitive ماذا يعني infinitive تعني to والفعل بالتصريف الأول بدون أي إضافة إذن نحفظ promise بعد to my computer keeps lose files إذن keep نعرف نحفظ lose فقدان أو ضياء إذن لا نقول يحفظ يضيع إذن معنى يستمر إذن يستمر حاسوبي بفقدان أو بضيع files إذن الملفات طبعا وضعنا S هيا نسميها S المفرد الغائب لماذا لأنه عادة متكررة إذن زمن الجملة simple present إذن مضارع بسيط إذن كل فعل هي شيء إذن نضيف الفعل S إذن هذا my computer الضمير إذن هيا نسميها S المفرد الغائب نسميها third person singular S إذن S المفرد الغائب نضيف فقط للفعل بزمن المضارع البسيط نفض دائما بعد keep الفعل نضيف ing إذن الفعل منتهي ب e نضع نحذف e إذن drop e احذف e ونضيف ing تصبح losing files إذن يتابع حاسوبي أو يستمر حاسوبي بفقدان الملفات لا نقول to lose هذا خطأ إذن نضع للفعل lose نضيف ing تصبح my computer keeps losing files إذن الفعل نستخدم جيراند ماذا يعني جيراند يعني الفعل مضاف ing إذن اسم فاعل I don't mind do the washing up يعني أنا لا أمانا ب غسيل الغسيل إذن أو بإنجاز الغسيل لا أعرف do يعمل أو يفعل washing up إذن الغسيل اللاحظ بعد كلمة mind إذن يمانا I don't لا أمانا إذن يأتي الفعل بصيغة جيراند إذن المصدر يعني نضيف له ing تصبح doing إذن تصبح I don't mind doing the washing up أنا لا أمانع ب غسيل الغسيل we plan take grand ma and grand dad with us to the zoo نخطط لأخذ جدتنا وجدنا معنا إذن لاحظ with us to the zoo إلى الحديقة اللاحظ grand ma جدة مثل grand mother grand dad مثل عندنا grand father إذن جد لاحظ with us معنا إذا أريد أن نقول معي with me معه with him مع with her معك with you مع with them وكذا إذن بعد دائما حرف جاء تأتي الضمائر بحالة object case بحالة المفعول به دائما بعد plan إذن نستخدم to plan to take إذن تصبح الجملة أو يصبح الفعل بهذا الشكل we plan to take grand ma and grand that دائما نحفظ بعد plan نستخدم infinitive يعني to والفعل بالتصريف الأول I can't stand waiting in restaurants before the waiter comes لأمكنني أن أو لا أطيق waiting إذن الانتظار في المطاعم قبل قدوم النادل طبعا لدينا waiter إذن النادل waitress إذن النادلة إذن الشخص أو القرصون الذي يعمل فيه المطاعم اللاحظ نحفظ كلمة restaurant مطاعم وضعنا طبعا S المفرد الغاب لماذا؟ لأن لدينا waiter يعني دائما إذا هي شيئة نضيف للفعل S نسميه S المفرد الغاب دائما بعد stand stand معاته يطيق can stand لا يطيق نضيف الفعل ing نسميه gerund إذن waiting stand waiting in restaurant before the waiter comes بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه متى استخدم gerund اسم الفاعل يعني الفعل مضاف ing أو to infinitive أو نسميه infinitive يعني الفعل بالمصدر يعني to بعد الفعل بالمصدر بدون أي إضافة أخذنا فيديو سابق كما قلنا الأفعال ليجب أن نحفظ بشكل بصم ونتعلم كيف نضع to أو الفعل نضيف ing بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمنا شيء للفائدة إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلك كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته